بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الطائرات المسيرة أو الطائرات الانتحارية والتي لا تعيقها ظروف الجو كيف تتصدى الدول لهذا الخطر القادم من السماء تركيا تعلن عن تطوير نظام دفاعي جديد ضد المسيرات لمعرفة التفاصيل كونوا معنا حتى النهاية نجحت شركة متكسان التركية للصناعات الدفاعية في تطوير نظام دفاعي اسمته فليكس والذي يوفر الحماية ضد أنشطة الطائرات بدون طيار بما في ذلك الطائرات المسيرة الانتحارية وذلك في وقت يتزايد فيه الاعتماد على الطائرات المسيرة في مجالات عدة بما فيها المجال العسكري متكسان عرضت النظام الدفاعي فليكس لأول مرة ضمن فعاليات النسخة السادسة عشرة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية الفين تلاتة وعشرين الذي جرى تنظيمه في اسطنبول في الفترة من خمسة وعشرين الى تمانية وعشرين يوليو الجاري تمكنت الشركة من خلال الخبرات المكتسبة من أنظمة الرادار والحرب الإلكترونية من تطوير النظام الدفاعي ومع زيادة استخدام الطائرات المسيرة في السنوات الماضية خاصة من قبل منظمات إرهابية ازدادت الاستثمارات في مجال الأنظمة الدفاعية التي توفر الحماية من تلك الطائرات نظام دفاعي متطور تشير وكالة الأناظول التركية الرسمية إلى أن شركة ميتكسان أجرت خلال السنوات الماضية مجموعة من الدراسات والأنشطة التي أفضت إلى تطوير النظام الدفاعي المبتكر بغرض اكتشاف وتتبع وتحييد الطائرات المسيرة بما في ذلك الانتحارية بالإضافة إلى التقنيات المبتكرة يتم معرض النظام الدفاعي فليكس كواحد من أنظمة الدفاع العالمية المضادة للمسيرات والقادرة على العمل من فوق منصات متحركة يعمل النظام الدفاعي المشار إليه باستخدام نظام الرادار الذي تم تطويره لاكتشاف الطائرات بدون طيار والعمل ضمن نظام هجوم إلكتروني قادر على التشويش والتفاعل مع الهدف وإدارة برنامج التحكم في القيادة كذلك يعتبر النظام الدفاعي فليكس من بين الأنظمة الحديثة والمتطورة ضمن سلسلة أنظمة دفاعية جوية قادرة على العمل على المنصات المتحركة والثابتة وذلك بغرض حماية المرافق الحكومية ومراكز الطاقة ووحدة الأمن ومواكب الشخصيات الهامة كما يوفر نظام الرادار المذكور القدرة على كشف وتتبع المسيرات وتحديد مواقعها وتصنيفها سواء كانت أهدافا منخفضة أو عالية سريعة أو منخفضة السرعة بإمكان أنظمة الرادار التي يمكنها إجراء عمليات الكشف والتتبع من على منصات ثابتة أو متحركة العمل أيضا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ودون التأثر بالظروف الجوية أما عن حماية المواكب والشخصيات المهمة المدير العام لشركة ميتكسان سولجوك كرم ألب أرسلان قال إن النظام الدفاعي المضاد للطائرات المسيرة فليكس تم تطويره كنظام دفاع إلكتروني لتوفير الحماية من تهديدات الطائرات المسيرة بما في ذلك الانتحارية أضاف أرسلان أن الطائرات الصغيرة بدون طيار تكون عادة منخفضة التحليق وبطيئة الحركة لكنها في الوقت عينه تشكل تهديدا خطيرا وأوضح أن النظام الدفاعي فليكس يقدم حلولا مبتكرة لتوفير الحماية من الطائرات المسيرة معتبرا أن أهم مميزات فليكس هي القدرة على الدفاع وتوفير الحماية والعمل من على منصات ثابتة ومتحركة كذلك لفت أرسلان إلى أن هجمات الطائرات بدون طيار باتت من العمليات الشائعة والمستخدمة ضد مواكب كبار الشخصيات كما يتم استخدام هذا النوع من العمليات ضد القوات المسلحة خلال عمليات نقل القوات والمعدات وهذا الوضع دفع شركتنا إلى العمل لإنتاج نظام دفاعي ذكي ومبتكر لتوفير الحماية من الطائرات المسيرة بما في ذلك الطائرات الانتحارية الكاميكازي بمدى يصل إلى 24 كم أرسلان أوضح أيضا أن النظام الدفاعي فيليكس هو نظام إلكتروني تفاعلي مدمج مع نظام قيادة وتحكم وأن الرادار الذي يعمل ضمن النظام قادر على تتبع المسيرات في السماء على شكل قبة بقطر 360 درجة أضاف أرسلان إلى أن النظام الدفاعي فيليكس قادر على استخدام ميزات التشويش وتوفير أعلى درجات الحماية للمواكب الرسمية فضلا من أن النظام المذكور طرح مفهوما جديدا للدفاع الجوي وتوفير الحماية من تأثيرات الطائرات المسيرة كان الرئيس التركي رجب طيب أردغان قد قال الجمعة 28 يوليو تموز 2023 إن حكومته تهدف إلى تعزيز الصناعات الدفاعية وزيادة الصادرات ذات التكنولوجيا المتطورة في هذا المجال وذلك في كلمة له بحفل ختام المعرض الدولي للصناعات الدفاعية أردغان أكد أن المسافة التي قطعتها تركيا في مجال الصناعات الدفاعية خير شاهد على إنجازاتها وقال سنخرج أمام العالم بمنتجات جديدة ذات تكنولوجيا متقدمة توجه قطاع الصناعات الدفاعية وتفتح آفاق جديدة في مجالها أشار أردغان إلى أن المعرض كان مثمرا للغاية من حيث إقامة علاقات عمل وتحدث عن عقد خمسة آلاف اجتماع عمل بين الشركات المشاركة والوفود الأجنبية ومركات التوريد التركية كما لفت إلى أن المعرض شهد مراسم توقيع برتكولات تعاون ترويجي وعقود بلغ عددها 120 على مدى أربعة أيام وأفاد أردغان أيضا بأن عدد الشركات الصناعية الدفاعية التركية عام 2002 كان 57 فقط في حين بلغ اليوم 2500 لافتا إلى ازدياد صادرات البلاد خلال هذه الفترة من 248 مليون دولار إلى 4.5 مليارات دولار العام الماضي لعلنا أيضا لذلنا نتذكر الحادثة الشهيرة والتي وقعت في بغداد عندما هاجمت طائرات مسيرة انتحارية مقر إقامة رئيس الوزراء في وقتها مصطفى الكاظمي وقد تضرر المبنى بشكل كبير ولكن الكاظمي نجى بأعجوبة من محاولة الاغتيال كما نتابع الآن الحرب الروسية الأوكرانية وكيف أن المسيرات تقوم بالعمل الأكبر في الهجوم هنا وهناك طائرات مسيرة كمكاز انتحارية روسية تهاجم العاصمة كييف وغيرها من المدن بينما نجد في المقابل أيضا أوكرانيا تقوم بامطار العاصمة موسكو وغيرها من الجبهات الروسية بالطائرات المسيرة في عمليات للإرباك والإرباك المضاد والاستنزاف هنا وهناك ولكن الأخطر في الأمر هو استهداف الشخصيات الهامة الرؤساء ومسؤول الحكومات وغيرهم من الشخصيات الهامة والذين يمكن أن تصل إليهم الطائرات المسيرة دون سابق انذار كانت أمور الحماية في السابق قبل المسيرات أسهل بكثير أما الآن فيحتاج الرؤساء إلى الحماية من الأرض والبحر والجو إذن الطائرات المسيرة خطر قادم من السماء هذا الخطر والذي تطور له الدول العديد من أسلحة التصدي لهذا الخطر الذي ينقض كالصاعقة تركيا هذه المرة تطور نظاما دفاعيا يستطيع أن يحمي الرؤساء والشخصيات الهامة وأن يتصدى للطائرات الانتحارية والكاميكازي في الختام أرجو أن تتركوا آراءكم وتعليقاتكم أسفل هذا الفيديو كما لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر